اشتركوا في القناة لعب سانتس البرازيلي اختار على بجريشا ولم يلعب على بجريشا لما سألوا بليه قال لهم اللاعب الذي يحمل رقب فانيليتي هو احسن لعب كان في المباراة وده يدل على ان على بجريشا ده رمز من الرموز العالية جدا وإحنا هنا من عشاء من اسماعيلية بنحب الرجل ده من زمان وهو اللي هو جاب لنا كأس افريقيا ده صاحب الكرة الزهبية الموجودة وده احنا خسرنا على بجريشا يا ريت نلاقي اجيال تطلع تعوضنا في العصر الحالي لعبة زي على بجريشا ديان وزي المحوم رضا وزي الناس الحلوة اللي هي قد بتلعب معنا في ندر اسماعيل على بجريشا صاحب اول مدانية افريقية يخدها على بجريشا على بجريشا فكهة اسماعيلية وفكهة العرم والفكهة على بجريشا ادى الوطن العرم كتير ادى افريقيا كتير الناس كلها عارفة على بجريشا على بجريشا هو اللي حببنا في النادي بتاعنا النادي الإسماعلي وهو اللي حببنا في اسماعيلية وكلنا بندوح نتفرج على على بجريشا وكان معاه شحته وأنوس والعربي على بجريشا نموذج يعني بصراحة رجلنا العظماء إسماعيلية ايام العظماء اللي كانوا بيلعبوا في النادي الإسماعيل واللي خدوا الدوري سنة سبعة وشتين كان نخبة جميلة منهم الكابتن علي بجريشة والكابتن شحتة والكابتن عربي وكل النجوم اللي كانوا موجودين وسيد عبد الرازق بس انا بخص بالذات علي بجريشة لانه كان من العظماء يعني مفروض ان انا ده اخد مخدش حقه في الكورة لان ده اخد الحزاء الزهبي وما حد ذكر انه هو اخد الحزاء الزهبي لانه كان فنان ممكن ان هو بيلعب بيجري في حتة وتلاقي دماغه في حتة ويجيب جون بدليل ان المنتخب ما كانش بيسيبه كابتن علي ده حب الناس وفاكرة كابتن علي بجريشة والناس بتتكلم من قلبها ده انت ما سمعت الناس تأثرت شوية لا طبعا الناس جمهور اسماعيدي طبعا جمهور جميل والناس ما بتنساش حاجة نعم فاكرة وانا بابص يعني نفسي انه النادي يرجع تاني يعود تاني بتوعيد ان شاء الله بمكانته واللعيبة تحس انها بتلعب للنادي كبير جدا بخيمة نادي اسماعيلي لانه اسماعيلي نادي مسمع في الدول العربية مسمع في افرقيا ليه تاريخ كبير جدا فأتمنى الناس يعني ان شاء الله اللعيبة كله يلتف حول النادي اسماعيلي لازم 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 النادي اسماعيلي مش قليل نادي كبير جدا فيا رب الناس كلها تنسى اي مشاكلها وتنسى اي كده وتقف وراء الجهاز الفني تقف وراء الادارة تقف وراء العيبة عشان بس النادي يعني يرجع تاني الدروي يرجع تاني طيب احنا كده دي الفقرة اللي بتاعته الجمهور اللي هو بيتكلم على كابتن عالي بجريشة الفقرة اللي جاية الجمهور عاوش يسأل الكابتن عالي والكابتن عالي يجاوض نعم فاضل برجاوض عايزة سأله وقول له يا كابتن عالي النادي اسماعيلي ناقصه ايه عشان يشوف الكورة البرازيلية بتاعت زمان لا النادي اسماعيلي طبعا عشان تقدم كورة بتاعت زمان انت عايز برضو يعني امكانيات امكانياتك لانه النهاردة خلي بالك ما تقدرش تحافظ على نجومك يعني المشكلة الاسماعيلي الكبيرة ان انت ما يبقى عندك نجوم ما بتقدرش تحافظ عليها بحالة اه احنا النجوم زمان كابتلعب بالعشرة خمسة سنة في نادي وانت جالك احتراف في القديسية وفي ألمانيا معنى شي يعني هما طبعا ليه الظروف كل دين الظروف اختلف تأكدتهم مصطفى يعني فالاسماعيلي اساسا لازم يحافظ على طول عمر الاسماعيلي في نجوم يعني طول عمر الاسماعيلي قبل ما نلعب وبعد ما لعبت طول عمر الاسماعيلي فين جوم النهاردة منتخب مصر ما فيش لعيب بالاسماعيلي غير طبعا اللي هما اتربوا في الاسماعيلي زي علي جبر وزي حجازي وزي فتحي احمد فتحي وزي عبدالله السعيد وزي السلية كل دول أجبال اسماعيلي وحسن عبد الربو طبعا قبلهم حسني طبعا وباهر محمدي وعبد الرحمن مجدي يعني أنا بكلم على أجبال إنما قبلهم برضو بركات وسعد معوض والشاطر والنحاس لا يعني كان فيه قصة بلا إمكانيات لا يعني كان إمكانيات كانت النهاردة الكرة إمكانيات نعم صناعة ما هي صناعة مش بقى هي صناعة طيب اللي بعده كابتن علي عايزة سألك سؤال من الأفضل الإسماعيلي مدرب أجنبي ولا مصري والله يعني المهم المهم الخامت المدرب نفسه عنده مقدرة كبيرة عالية أنا في الظروف الصعبة دايما بحب المصري لإني ببقى ملم جدا بالمشاكل الموجودة موجودة فيه والحمد لله أنا لسه كنت بتتكلم عن المدرب المصري بقى واعي نعم بقى عنده النهاردة المطالع أكتر فاهم أكتر مصاقف أكتر هو أفضل كتير من المدرب بتاع زمان نعم النهاردة المدرب المصري أفضل بكتير ليه لإنه بقى عنده وعي وبقى متابع وبقى بيتابع كل جديد يعني أنت الفاضر هي تفضل المدرب المصري أنا كنت أفضل المدرب الأجنبي ما برفضوش بس أنت بجيبه كابتن مصطفى بختك ببخيط يعني بتبقى نا ومحتاج إمكانيات وعايز ما بيجيش فطرة بجيش فطرة مزنوقة يعني ما جيش ويبقى فيه دولة مطش بعد يومين ثلاثة أنت عشان تجيبه ويعود اللعيبة على شغله عايز الفطرة مش أقل من شهرين ثلاثة يشتغل فطرة إعداد قبل ما يخش ما يجيش في أثناء المباريات بيبقى مش عارف اللعيبة ويبتدي يلوش شوية لازم لو مدرب أجنبي كويس سيرة زاتية بتاعته كويسة جدا ويجي من بدري عشان يقدر يعود اللعيبة على شغله ويقدر يعرف قدرات اللعيبة ويقدر يوظفها اللي بعده أكبتن علا ورجل بيجي الزمن تاني خير أنا فريد إسماعيل ولا فريد تاني جمهور بيعش محدش بيعرب من عيلته أنا عيلتي كلها إسماعيلي فمش حقدر أعرب من عيلتي أنا إسماعيلي البيئة والمنشأ والنجومية وكل حاجة أساسها إسماعيلي اللي بعده كابتن علي حضرتك شايف إن كابتن يحي الكومي يقدر يرجع الإسماعيلي بتاع زمان المهندس إحي الكومي خليته كابتن إزاي يعني المهندس إحي الكومي أتمنى أنه يتوفق في مشواره أتمنى لمجلس إدارة لأن أنا عاشق للنادي والإسماعيلي ومن خلاله أتمنى النجاح لمجلس الإدارة أتمنى النجاح للجهاز الفني وبقول دايما إحنا لازم كلنا نبقى وقفين مش عايزين مشاكل مش عايزين خلافات عايزين بدينا تبقى هادية ونقود النادي بالتزان وبرزانة عشان الأمور تمشي مش بين فعلات ومش بكلام معصول لا إحنا عايزين نحط النادي أولويات إحنا وراء مجلس الإدارة ووراء جهاز الفني اللي بعدوه كابتن على أبو جريش عايزين نسأل حالك سؤال ليجوا مهور إسماعليا ما بيحبناش حاسين إنهم ما بيحبناش مع إن إحنا بنحبوهم جدا يعني مين بيسأل ما هو واحد أهلاوي ما هو ده في إسماعليا طبعا ما إنت بيحبكش مهور إسماعليا أصلا ومنكلم إسماعليا أو منكلم من الإسماعليا من الإسماعليا طيب يا عم إنت زمان ما كنت شده بتقول للكلام ده لو إنت وقفز مع إسماعليا ما تقدرش دلوقتي بتقول لا فيش مشكلة لا بالعكس يعني يبدو للناس إنه كده لكن الكلام ده على مستوى نحن كإدارات أو لعيبة أو أجهزة فنية أو كده لا العلاقة طيبة جدا وممتازة وزي ما أقول بعض المتعاصرين هنا وهناك ممكن جدا هم اللي بيأجيجوا الأمور دي أو المشاعر دي لكن الوضع الطبيعي العلاقة طيبة بيننا وبين نادي الأهل فيش أي مشكلة معنا مع النادي الأهل بالعكس ربنا ما يجيب مشاكل يا رب بالعكس